سابت اللواء هو النهاردة عملية الرضع في القانون المفروض الأصل في العقوبة ان ترضع الشخص عشان المجتمع كله يشعر بالرضع الزجر الخاص والرضع العام هل يطرع في هذا الأمر موجود في العقوبات المنصوصة عليها بقانون العقوبات في رضع؟ طبعاً طبعاً نحن عندنا أكتر قوانين في العالم لأن المبدأ العالمي إلا جريمة والعقوبة إلا بنص فكل الجرائم منصوص عليها ومتحدد لها عقوبات وعقوبات قاسية كمان طب ليه الناس تلجأ للعوم؟ يعني أنا أحاول لحضرك حاجة أنا مثلاً كنت في وقت ملوات وأنا في الأمن العام مشف على قطاع السجون كان نفسي أن يعمل دورات للمشرعين وعضاء مجال الشعب والقضاء أن يجي يزوروا السجون ويشوفوا إمكانية مصر من تكدس اللي في السجون لأن فيه جرائم كتير جداً جداً ناس تلتين اللي في السجون فيها زي مثلاً البناء على أرض مش عارفة زراعية المخالفات التموينية الشيكات البسيطة في مبالغ صغيرة الحاجات اللي لا تنم على خطورة إجرامية ما فيش يدور لكم على عقوبة تانية غير الحبس لأن الحبس عندنا طاقات السجون يعني تكد لا تغطي تلت المحكوم عليهم بتكلفك أموال وبتكلفك كمان في الرأي العام العالمي كل الجرائم اللي بتوصن بها مصر في حقول إنسان والكلام ده كله نتجة نخافك من عقوبة الحبس ونزود الغرامات المالية على الجرائم التي لا تدل على خطورة إجرامية عند الشخص وممكن ممكن واحد غني بنا أو باع أزل من التسيير أو خد منه غرامة مالية كبيرة جدا جدا شغلوا بل حضرتك لنما حبس حبس وحبس إيه بقى يعني أنا كنت شغل في الصعيد البندوقي العالي بيدي فيها مؤبد 25 سنة عشان خاطر اشترى بندوقية عشان ياخد طرفه حضرتك سمعت كلام الدكتور ماهر وبتكلم عن علم النفس وعن يا طرى في تأثير بيحصل على الأطفال نتيجة مشاهدة العنف هل يطرق في الداخلية بيدرس هذا الأمر يعني بتطلع التقرير دي بتستعينه بالناس دي احنا بندرس علم نفس إجرامي في الاربع سنين وبيجينا أسادز أفاضل من الجامعة من خيرة أسادزة علم النفس الإجرامي ومن معهد علوم الجنائية والاجتماعية بيدرسوا للطلبة وذلك بعض الناس اللي ما تعرفش يقولك ده بيدرس لهم الإجرام لا هو علم النفس الإجرامي عشان أعرف نفسية الشخص اللي أنا هجري أطارده وتابه عشان أزبطه إيه ودوافع وإيه الاجتماعية؟ الطفل المصري أو طفل عالمي كله بغبغان وإرد زي ما تفضلتوا كده وقلتوا بيشوف أبوه ومه وبيشوف المجتمع بيشوف اللي حواليه زي التفكك أسري وظروف أسرية أنا مش مثلا لأميل إلى النظرات المبرازو بتاعت إن المجرم مجرم بطبيعته طبيعة فيسيولوجية اتولد عشان يبقى مجرم المولى سبحانه وتعالى لا يمكن يخلقني عشان أكون مجرم ده مقولة ده هو راجل شرح بعض اللي خدوا بيعدامه في سجن البستيل وبعدين توصل إليه لأنه بشعب بروز الوجنتين والوصف اللي ذكروا في كتاب عدد الإجرام أنا بقولت لأكلنا مجرمين بحيث لأكلنا مجرمين أو تلت الشعب المصري لا أنا بؤمن بيه ونفسي وما سواها فألامها فجرها وتقوها النفس البشرية فسولت له نفسه وقتل أخير هنا لدور كبير وفعال ده أكتر من الشيطان طب ليه أكتر من الشيطان الشيطان إن كده الشيطاني كانها ضعيفة لكن ده فسولت له نفسه وقتل أخير علم النفس ده مهم جدا 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 وإحنا بندرسه وبنحضر والزباط على مدى خدمتهم بتحضر دورات في معه العلوم الجناية والاجتماعية وكله لكن للأسف الشديد الضغوط النفسية اللي في الشعب المصري بعد 25 يناير والمفهوم الخاطئ للحرية والتمرض على كل شيء وبعض الأعمال الفنية زي مدرسة المشاهدين لا هنرجع لأخذ الأعمال الفنية مثلا الضغوط دي كلها بتزود معدلات الجريمة صحيح فيه جهود مضنية من رجال الشرطة اللي رفع نسب الزبط لكن أنا مش بجرأ وراك قلت وفرع عشان خاطر تعملي جريمة كتير فوازبط كتير لا أنا عايز انعدام الجريمة منع الجريمة فيه تقرير بيطلع من الأن العام سنويا عن معدلات الجريمة حل يا طرق مبارد تقرير بيطلع ولا بيدرس لا لا بيدرس طبعا حل بيورد على العلماء النفس يا فندم بنحضر بننسك مع العلم الجنائية والاجتماعية أيام مثلا بور سعيد لما كانت مدينة حرة كانت معدلات الجريمة اللي تلعت اللي احنا بنعملها محافظة محافظة عشان نشوف الزهار إجرامية في بعض المحافظات طلع القاهرة الأولى على المحافظات الجريمة لا التقرير الأخير طلع الأولى ماهب النسب برضو يعني عشان خاطر انت القاهرة دي قد 3-4 دول عربية دي 18 مليون بالليل وبالنهار كذا 20 مليون بور سعيد كانت معدلات الجريمة سرقات المساكن زيرو سرقات المتاجر زيرو متنوع زيرو لأن الناس كانت بنكسب ودميات كانت كده برضو عشان نشوف الزهار دميات طول عمرها يعني أنا مرة أنا أذكر في ظاهرة أطفال الشوارع وأنا ومدير إقدار عمل وبحث سرقات الأحداث كان الفاضل الله رحمه اللي هو عباظين موزيني محافظ دميات مدعب في دعوة في ندوة في العلومة الاجتماعية عشان كل محافظين يقولوا أسباب الظاهرة عندهم إيه أنا أنا ما عنديش ظاهرة أطفال شارع أنا عندي نسب عمالة كاملة في كله بنشتغل في النجارة بنشتغل في الحلويات بنشتغل في الجبن بنشتغل في كله الشعب الدمياتي شعب عامل يعني العمل والربح بيمنع وبيكون بيكافح جدتك مثلو برسايدو دمياتي